كوكولي في صباح الخير عليكم و مرحبا بكم للقناة في فيديو جديدة نتمنى تكونوا كامل بخير انتوما اللي لكم تشوف هاد الفيديو نكونوا مرحبا بكم للقناة اليوم حضرت لكم واحد الموضوع يخص الشعر اللي هنستعمل فيه مكوين واحد و اللي هو هاد المكوين و اللي هو لابل زبدة نباتية مئة بالمئة و هاد المارغارين و هاد الزبدة نحنستعملوها للشعر التاعنا و عن تجربة جربتها و لقيت عليها و كنت حابة اني نبرتاجيها معاكم مسبقا مي الله غالب سينا بخميا فاوينتصح لي لا شانس انو نبرتاجيها معاكم دون بسوقتو اللي عندهم شعر تاعهم حراش ولا شعر تاعهم مع تي حريري كي ما نقولو بسكو احنا نموتو على الشعر الحريري دونك اللي حبوتان يدير بروتين ولا يحبو يديرو ليساج ولا اي حاجة ولا كيراتين اعلو نقول لكم حبوبات قبل ما تبدو تديرو هاد العفايس وتخسرو كامل دراهمكم يسيو هاد الوصفة اللي انا جربتها و مفعولتها يعني مفعولتها كيراتين و نطع بروتين تبعو برق الخطوات معايا و راح ينشوفو النتيجة نطنقو ايش نسحقو نسحقو علبة تاع لابل هاد الزبدة ولا فلوغيال تشيرو ينبوات تشيرو علبة وتستعملوها خصيصا للشعر بتاعكم يعني بتخلطوها بتاع الكوزينة قالوك حبوباتي تسحقو ينبوات و كل ما تروحو يعني تدوشو سواء جبدو في الليل وتستعملوه سواء تستعملوه في صباح وتدوشو العشية دقواش تديرو جيبو ينبوه ينبوز مشتا تمشتو كامل الشعر بتاعكم تمشتو يعني تخي تخيبية وتذوبو هادك لابل وتحطوها كامل على الشعر بتاعكم يعني تبدو تحطو من الغاسين من فروتة تدخل في الرأس جزكا ليبوينت حتى يعني للخصلة كامل تعمروها بلاابل هاد الخطوه الاولى الخطوه التانية جيبوه ينبوز مشتا اي مشتا متوفر عندكم وتمشتو الشعر تاعكم للوراق يعني تمشتوه كامل للوراق على الظهر تمشتوه كامل هكداك باش هكداك كامل هادك الزبدة تدخل في الرأس وكامل خصيلة تاع الشعر يكون عندهم الزبدة كي تكملون تمشتو كامل للوراق تقلبو رأسكم وتمشتوه للأسفل فهمتوني كيفا تمشتوه للأسفل يعني تقلبو رأسكم الى الامام فهمتوني كيفا باش هكداك نسرعوا الدورة الدموية هاد الحاجة ثانية البصيلة تاع الشعر كي تتسرع الدورة الدموية يتفتحوا الحاجة الاخرى ان البصيلة تاع الشعر ندوها بالزبدة دوكم المشتوه كامل للأمام نشتوه نحسوه بيت تمشت طري طري بيا لي تعرف دير ان توربيون لي ما تعرفش دير توربيون ديروكم هكا تمشتوه كامل هكا ومبعد تعطيه بأن صاشي بلاستيكي ولا بنيقة تعلقتن يعني صاشي تاع بلاستيكي ولا بنيقة تعلقتن وترقد به ليلة كاملة اذا عندك بيان سور الوقت ولا ماركش متزوجة ولا تفرشي على الويسادة تاعك تفرشي عليها هكا حاجة باش متوسخيهاش وترق دي ليلة كاملة سينو حبو باتي ديروه اصبح اصبح ودوشوه لعشية يعني امو يكون على الشعر تاعكم ثماني سوية هنا يكي نكملو هاد المرحلة اه نحطو كامل الزبدة نروحو المرحلة تعالى دوش فلادوش ما رحش ندوشو بالشامبو رح ينسخنو الماء ولميكون دافئ ونقلبو الرأس تاعنا الى الامام هكا ماشي مندوشو بالوقوف سينو رحين ما رحش ندوشو واقفين سينو رحين وصحو الجسم التاعنا لو كان ندوشو يعني كامل سوقتو اضارك حابة يعني دوشي شارك ودوشي الجسم التاعك كاكل دونك بداي بشارك دونك دوشي الحاجة اللي رح تجيبه هتجيبه ان شامبوان ولا شوية تاع شامبوان ماشي بزاف وتخلطيه مع بلسم يعني الابخي شامبوان ولا جيبي ابخي شامبوان وحدو ودوشي به والمي يكون دافئ يعني تسخني الماء ويكون دافئ وتدري ابخي شامبوان على الشعر تاعك مرتين فاش هديك الزبتة تروح كامل وبعد كثالث مرة جيبي شوية تاع شامبوان انا نستعمل هادا تاع سواليس اللي مديرينو بالكيراتين و بزيت الارغان اللي تمليس الشعر كما راكم تشوفو اللي بخي تاعو 30 دينار جزائري 30 الف كما راكم تشوفو هاي البل بزاف انا نستعمل هادا دونك جيبو شوية من اي شامبوان تستعمله ومن المستحسن يكون هادا تاع سواليس اي بلسم ما توفر عندكم يتبعو يعني بزاف مركات وتخلطيه وتجيبي الدوشي وكي تكملي كامل الدوشي شعر تاعك تروحي تنشفيه تنحيلو كامل هادا كلمة وتخليه ينشف طبيعيا يعني متستعملش ساشوار ولا لا لا ينشف طبيعيا وكي تكملي جيبي ميكوات ميكوات ولا الليسو ولا كي ما تقولو ميكوات لا ينبلك ديري ليساج الشعر تاعك تبدي تليسي فيه حتى تكملي هاد الوصفة احبو باتي بعد ما تستعملوها تلقي نتيجة من الاستعمال الاول يعني هذا مضمون مني مئة بالمئة يعني تلقي نتيجة هاد الوصفة باركزمبل اذا كدوشي يعني مرتين يعني في الاسبوع الشعر تاعك ستعمليه مرة واحدة يعني اذا كان عندك وقت تعاودي تستعملي هاد طريقة مرة في الاسبوع هكا تستعمليها بها طريقة اللي انا شرحتها ونبعد تستعملو المكوات ورايح نتلقو نتيجة مئة بالمئة بالنسبة لابال ولا الفخلو غيال هي زبدة نباتية مئة بالمئة وما فيهاش يعني دي بخودي وشي ميك اه دوك ما تخافيش على الشعر تاعك دوك هدا هو الشامبو اللي راني استعمل فيه اذا لكم حابين انكم تشرووا منو اولو بخيت تاعو معقول دوك نوليو للزبدة تهنا هي طبيعية مئة بالمئة وما رحش يعني يتقثر على الفر وطاع الرأس اه ما رحش تدير لك تهيوجات ولا تدير لك اي حاجة اه انا استعملتها ولقيت عليها نتيجة اذا كان شعر تاعك يعني من الشعر اللي تزيد بالبزة استعملي هاد الوصفة مرة في 15 نيو فالا حبوباتي نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة اه هي صحية مئة بالمئة واحد تشوفي شعر تاعك يعني ولا حريري ولا املس وهادوك يعني كيكون شعر تاعك بوكلي ولا يكون معوج ولا رح يقول لي بغمو مانيفيك وريح تلقي نتيجة كاخر شيء حبوباتي دعما لي ما تنسوا ليش انكم تشتركوا في القناة وذلك بالضغط على زر الاحمر سبسكرايب ولا ابوني وكذلك انكم تفعلوا الجرس باش هكدا كينلحقكم كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبي بي وبي بي اشتركوا في القناة